النهاردة بالتأكيد الاتحاد الدولي ومن خلال ترحيب بمشاركة الاهلي في العديد من المصابقات الدولية سواء منديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية او كأس فيفا انتر كونتنلتن النهاردة بالمناسبة على حساب فيفا على منصة اكس نشر اكثر من تغريدة عن كأس العالم الاندية عشرين خمسة وعشرين اول حاجة كانت تحت عنوان من يسجل اهدافا اكثر في المنديال بابيه ام وسام ابو علي ودي مقارنة يمكن وضحها الاتحاد الدولي بين ابرز المهاجمين اللي هيكونوا ميشاركين في بطولة كأس العالم للاندية حساب الرسمي للفيفا نشر صور لاربع مهاجمين وسام ابو علي مهاجم الاهلي مع مبابيه مهاجم ريال مدريد لويس هنريك مهاجم بوتفوج البرازيلي وهدف فريق الليون المكسيكي وكتب حساب الفيفا فوق الصورة من يسجل اهدافا اكثر في كأس العالم للاندية يعني مقارنة جميلة واعتقد هتبقى يعني دفع معنوية قوي جدا لويسام ابو علي في نفس الامر مبارح الاتحاد الدولي نشر بوستر خاص عن مباراة الافتتاح ما بين الاهلي مع انتر مايامي اللي هتقام بإذن الله في ستاد هارد روك في مايام قدامنا الصورة بس الصورة مستوحاة من لعبة جي تي اي لعبة اللي كنا كنا بنلعبها في التسعينات والبوستر واخد فكرة اللعبة نفسها ونشر الفيفا عبر حسابه الرسمي على طريقة لعبة جي تي اي الشهيرة لسباقات السيارات وظهر في البوستر بوصوا مين لعب انتر لعب انتر ميامي الارجنتيني ميسي الاورجواني لويس سوارز ولعب وسط الاسباني اللي كان بيلعب في برشلونة سيرجو بوسكتس وكمان مين بيقود السيارة الاسطورة الانجليزي ديفيد بيكهم هو طبعا مالك فريق انتر ميامي ومكتوب فوق الصورة ويزهر امامهم سولاسيا الاهلي محمد الشناوي امام عشور والمهاجم الفلسطيني وسام ابو علي ده اللي النهاردة الفيفا عملوا من خلال حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا كترحيب بالنادي الاهلي او ابرز لعبي النادي الاهلي كابتن رمضان اعتقد فخر كبير جدا لما تكون حسابات الفيفا يوميا بتتكلم عن البطولات ودايما اسم النادي الاهلي موجود بشكل مستمر طبعا يمكن بس انا بقول للناس اللي هي بتتكلم عن النادي الاهلي شوفوا الحاجات دي يعني لازم يشوفوا البصرات اللي بتكاتب دي والحاجات اللي الفيفا بيكتبها على النادي الاهلي وانه هو بيكارن واسم ابو علي بن بابي وبيقول مين اللي هيبقى هدى في البطولة اعتقد ده شرف لواسم ابو علي واسم ابو علي اثبت وجوده انه هو من المهاجمين الافزاز اللي مش في مصر او في افريقيا في العالم. يعني بالشكل دو. السامة بعالي زي ما قلت لك يعني من المهاجمين اللي بيجيلوا فرصتين يجيب فرصة. يجيب جول. من المهاجمين اللي بيجيلوا اتنين بيجيب واحد. من هاجمين لأوقات بيجيلوا تلاتة بيجيب اتنين. لا. حاجة يعني part is. بعد فعلاً فز وفعلا لازم يتحط في المكانة دي. أقدم دور الثاني في الموسم اللي فات أنا معتقدش أن فيه مهاجم في العالم أقدم الدور ده.